فيلم ريف من اخراج اندرو تروكي الفيلم بيبدأ بلوك وهو بيستقبل مات صاحبه وسوزان حبيبة مات وكيت اخت مات وصاحبة لوك القديمة بيستقبلهم لوك من المطار عشان يروحوا رحلة في البحر الكامي يوم يصطادوا ويختصوا باليخت وبيكون معاهم لورين وهو صياد وصديق لوك لوك وكيت باين عليهم الحب وانهم لسه بيحبوا بعض بس ما نعرفش ايه سبب الانفصال ولما لوك بيوري ليكيت مكان نمها في اليخت بتفكروا برحلة اليخت اللي هم عملوها قبل كده ولكن لوك بيتوتر وبيسيبها ويمشي والمجموعة من غير لورين بيقرروا اول ما يوصلوا في نص البحر انهم ياخدوا قارب هواء ويروحوا لجزيرة السلاح في المهجورة عشان يستكشفوها ويوموا هناك حبكت يعني يروحوا اخر الدنيا وفي الاجواء اللطيفة دي ميا وهواء سوزان ومات بيكونوا منساجمين اوي مع بعض فبيشجعوا كيت ولوك انهم يرجعوا البعض بس لوك بيكون متردد ومش عارف يحدد مشاعره ناحية كيت وبيسيبها ويمشي وبيمشوا من الجزيرة بيروحوا لليخت بتاعهم ويرجعوا واول ما بيوصلوا لليخت بيكون حصل تسريب لمركب الهواء بتاعهم وبيبوز وبيقرروا انهم هيفضلوا في اليخت لغاية ما يروحوا تاني يوم ساعة شروق الشمس كيت بتصحى وبتطلع للوك اللي كان صاحي وبياخد باله من المجموعة وبتعتذر له عن اللي حصل مبارح في جزيرة السلاحف وهو كمان بيعتذر لها وبيتفقوا يتفرجوا على شروق الشمس سوا بس طبعا القعدة دي محتاجة حاجة يشربوها فبينزل لوك المطبخ بتاع اليخت علشان يجيب الحاجة وفجأة بدون مقدمات اليخت بيتقلب بيهم ومحدش فاهم حاجة لوك الشجاع السباح الكبير بينقزهم واحد وراء تاني وبيطلعهم من اليخت وكلهم بيكونوا كويسين وبيبقى اليخت مقلوب فبيطلعوا يقعدوا عليه عشان السمك في المنطقة دي متوحش لوك بيجمع أفكاره وبيقدر يحدد مكانهم فين ولازم يروحوا جزيرة السلاحف وهيوصلوا لها بعد حوالي 12 ميل وبينزل يدور في اليخت على الحاجات المهمة الكل بيكون خايف وبالذات لورين لأنه صياد وعارف قد إيه السمك متوحش في المنطقة دي لوك بيجيب لهم بدل غطس وعوامة فلة علشان يمسكوا فيها لو حد اتعب من العوم وبيقطعها نصتين بسكينة جابها من اليخت عشان يقسموا بعض وكل اتنين يمسكوا في واحدة وبيجوا ساعة العوم لورين بيرفض من خوفه أنه يروح معاهم للجزيرة وكيت كمان بتخاف وبتعند عشان ما تروحش معاهم وبيسيبوها مع لورين على ظهر اليخت وبيبدأوا هما في رحلة الـ 12 ميل لما بتشوفهم كيت بتتشجع وبتلبس بدلة الغوص وبتروح معاهم بيفضلوا يعوموا كتير جدا وبيحسوا بحاجة في المية بتتحرك حواليهم ولكن بيتكملوا في طريقهم والسوزان بتصيبها نوبة رعب وخوف ومات بيحاول يهديها في نفس الوقت الجزء بتاع مات والسوزان من العوامة بيروح بعيد ومات بيتشجع عشان يجيبوه ولكن بيهجم عليه قرش وبيفترسوه وبيودعوه بصريخ وعياط والتلاتة الفضلين بيصبهم الرعب بس بيبقوا عارفين أنهم لازم يكملوا علشان ينجو الليل بيجي وبيناموا في المية عشان يعرفوا يكملوا الصبح للجزيرة وبيعوموا شوية لغاية ما بيلاقوا صخرة كبيرة نصها فوق المية يقدروا يطلعوا عليها ويريحوا نفسهم بيفرحوا جدا بالصخرة وبينسوا أي ألم شافوه ولكن برضو بيحسوا بحاجة بتتحرك في المية حواليهم وبيترعبوهم التلاتة بس الوقت دايما بيكون متماسك عشان يعرف يهدي كيت وسوزان بينجح في أنه يهديهم لغاية محركة المية تهدى وبيروحوا للصخرة وبيطلعوا يريحوا فوقها وبيشوفوا جزيرة صغيرة لازم يعوموا مسافة مش كبيرة عشان يوصلوا لها ولو وصلوا لها مش هيحتاجوا يعوموا تاني لجزيرة السلاحف نزلوا المية تاني عشان يوصلوا للجزيرة وساعتها سوزان بتحس برضو بحركة في المية فبينزل لوك تحت المية عشان يشوف السمكة اللي بتتحرك وبيكونوا مرعوبين بس بيبقى دولفن بيهزر معهم وبيرتاحوا لما لوك بيقولهم أنه دولفن وبيتحكوا وبيكملوا عمل الجزيرة الصغيرة دي ولكن فجأة القرش بيهجم على سوزان وبيفترسها وما بيفضلش غير لوك وكيت من المجموعة كلها وبيستمروا في العوم لغاية ما بيلاقوا صخرة تانية بيطلع يريحوا عليها شوية وساعتها كل واحد منهم بيعترف للتاني أنه لسه بيحبوا أصلا مفيش أصعب من الظروف دي عشان الإنسان يكون صريح وبيعتذروا البعض على أي حاجة وحشة عدت بتكون كيت اتجرحت في رجلها ولوك بيربط لها الجرح بكل حب وبينزلوا تاني للمية يكملوا عوم كيت المرة دي هي اللي بتحس بحركة في المية وبتكون مرعوبة ولوك كمان خايف بس دايما بيطمنها وأخيرا وصلوا للجزيرة الصغيرة بس القرش بيكون وراهم ولازم يطلعوا على الجزيرة بسرعة كيت ما بتبقاش عارفة تطلع وبيساعدها لوك وبعد ما بيطلعها بيجي القرش وبيهجم على لوك وبيفترسوا وما بيفضلش غير كيت بتفضل تصرخ وبتتصدم من الرحلة التعيسة دي بس فرق الإنقاص بتوصلها تاني يوم وبتقدر تنجو بحياتها ولكن بتكون خسرة أقرب الناس لها ولورين ما بيبقاش ليه أي أثر ولا حتى فيه أثر لليخت وفي رأيه ده مش أحسن فيلم تشوفوه في الصيف لو نويين تسافروا وبكده يكون الفيلم خلص ما تنسوش تزوره صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر